رئيس سيسي يبحث اليوم مع سعد الحريري تطورات الأحداث على سحتين العربية والدولية القوات المسلحة تعلن مقتل سبعين إرهابيا من بينهم قيادي في بيت المقدس وضبط 118 مشتبها به خلال حملة مدهمة في شمال سيناء القوات العراقية تطرد عناصر داعش وتستعيد سيطرة على الحدود الإدارية لمنطقة العلم وأجزاء من البوعجيل شرق مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين عربي عصرا بتوقيت القاهرة ساعتنا الإخبارية الشاملة التفاصيل تبدأ معكم أزمين نجلة الجعفاري تفضل نجلة شكرا لك ريهام وأهلا بكم مشاهدين وهذه تفاصيل الأنباء يستقبل رئيس عبد الفتح السيسي اليوم رئيس طير المستقبل رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا يتنول لقاء تطورات الأحداث الجارية على الصعيدين العربي والدولي بالإضافة إلى الوضع اللبناني كما يلتقي الحريري فضلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف ويرافق الحريري خلال زيارتي للقاهرة الوزير اللبناني السابق باسم السابع والمستشاران غطاس خوري ورضوان السيد لقي شخص مصرع وأصيب تسعة آخرون في انفجارين متزامنين وقعا بمنطقتين السيوف ومحيط قسم شرطة محرم بيك بالأسكندرية أسفر الانفجار الأول الذي وقع بمحيط أحد المتاجر الكبرى الشهيرة بمنطقة السيوف عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بينما أسفر الانفجار الثاني الذي وقع بمحيط قسم شرطة محرم بيك عن إصابة أربعة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى الإسكندرية المركزي انفجرت كذلك عبوات بداية الصنع بمحيط قسم شرطة باب الشرقي بالإسكندرية دون وقوع إصابة أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة مقتل سبعين من العناصر الإرهابية من بينهم أحد قيادة تنظيم بيت المقدس وتم ضبط 118 من العناصر المشتبه فيهم والمطلوبة أمنيا وذلك خلال حملة المدهمات لقوات الجيش الشمالي سيناء على مدار سبعة أيام وأضاف المتحدث أنه تم تدمير 27 من المقار والمناطق التابعة لتجمعات العناصر الإرهابية وتم ضبط وتدمير 35 سيارة مختلفة الأنواع و73 دراجة مخارية من دون لوحات معدنية يتم استخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة وشرطة المدنية التقى وزير الخارجية سامح شكري وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري رودني فريلينجسون رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الدفاع بلجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة بالقاهرة روبرت بيكروف وعقب اللقاء صرح فريلينجسون بأن بلاده تعمل على تحسين علاقات التعاون والصداقة مع مصر كما أكد أن بلاده تدعم بهود الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل توفير حياة أفضل لكل المصريين معربا عن تفاؤله حول إمكانية رفع تجميد المساعدات العسكرية إلى مصر طالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف طالب المجتمع الدولي بالوقوف بكل جدية وحزم في وجه الإرهاب الوحشي الذي تضرر منه العرب والمسلمون دون غيرهم وشدد شيخ الأزهر خلال استقباله وفدا أمريكيا من المتخصصين في شؤون الأمن القومي والإعلام على ضرورة تكفيف منابع الإرهاب ووقف إمداده بالسلح مشيرا إلى أن الأزهر الشريف الآن بصدد إنشاء مركز باللغات الأجنبية لمتابعة جميع الرسائل التي تصدرها التنظيمات المتطرفة لتفنيدها والرد عليها ردا علميا شرعيا حرصا من قبلهم على حماية شباب المسلم من خطر تمدد مثل هذه التنظيمات الإرهابية بحثت اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب بحثت حيثيات الحكمين الصادرين من جانب المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعن على قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب يأتي اجتماع اللجنة في ضوء تكليف رئيس مجلس الوزراء لها بدراسة تعديلات المزمع إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر بشأن دوائر الانتخابية للنظام الفردي وقانون انتخابات مجلس النواب والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز الشهر وفقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر الأسبوع الماضي في هذا الشأن للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري دكتور فؤاد في رأيكم ما هي التعديلات التي يمكن إدخالها على القانون ليصبح دستوريا أعتقد نحن أمام عدة نصص الدستورية الأولى وفق للحكم اللي صدر هنا في أسبوع اللي هو خاص بعلام دستوري قانون تقسيم الدوائر الرقص الاثنين اللي صدر في الالتين وارباح ترش وفقامة رئيس الجمهورية فتاة السيد بشأن المادة اثنين والمادة ثلاثة المادة الثلاثة بتتكلم عن اللي هي تقسيم الجمهورية إلى مجلس تلاتين دايرة انتخابية كان الأول في الدستوري اللي قامت كده كان مجلس تلاتين دايرة هنا جادت دايرة بالتقسيم للإنتخاب النظام الفاني وقدستم برضو إلى أربع دوائر للنظام القايمة هنا كان فيه مشكلة اللي هي عدم مستوى تقفق بالنزبة للنظام الدوائر اللي هو 237 حكم في التقسيم عدم الدستوري ثم المادة ثلاثة برضو كانت تتحدد المكونونات كل دايرة وعدد الكراسي أو عدد المخافي للتقسيم الأعضاء مجلس الشعب تدخل الجدول المرفق لكل محافظة بما يكفل التنسيل العدل للسكان والتنسيل العدل للمحافظات والتنسيل المتخاب الأخير طيب هذا فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية ماذا عن قانون مجلس النواب؟ ده بالنسبة للتقسيم بالنسبة للحكم أنت تقسيم اللي هو بالنسبة عدم الدستورية ثم المتواجي الجنسية اللي هي المادة ثلاثة من قانون مجلس النواب 46 ستة 2014 والمحكمة انبهت الخكمة الشهيرة فتحت الزباب لمزوجي الجنسية دي ما يتفق مع الدستورية وقد حددها المشرع على أشكرك دكتور فؤاد وعذر الاكتفاء بهذا القدر نظرا لرداءة الصوت من المصدر دكتور فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري شكرا جزيلا لكم التقى الفريق مهاب ماميش رئيس هيئة قناة السويس نائب العام المستشار هشام بركات بمبنى المحكاة تابع للهيئة رفقه في زيارة لمشروع حفر قناة السويس الجديدة واستعرض ماميش مراحل العمل بمشروع قناة السويس الجديدة البالغ تكلفته الإجمالية ثمانية مليارات ومائتي مليون دولار مؤكدا أنه سيتم توفير فرص عمل للشباب وخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة وسيكون هناك مشروع صناعية مختلفة أجلت محكمة جناية القاهرة المناقضة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس محاكمة رئيس المعزول محمد مرسي وعشرة متهمين آخرين من كوادري وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في جلسة الغد للاثنين وذلك بالتهمهم بتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادر عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر جاء قرار التأجيل لاستكمال فض الأحراز مع استمرار قرار حضر النشر وسرية الجلسات أجلت محكمة جناية بورسعيد إعادة محاكمة المتهمين في قضية مجزرة ستاد بورسعيد إلى جلسة الغد جاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين تأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقد في شهر فبراير من العام الماضي بنقد إلغاء حكم محكمة جنايات بورسعيد في ضوء تعون المقدمة من المتهمين المحبوسين الذي قضي بإدانتهم بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد أرجاءت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أماناء الشرطة بطورة برئاسة المستشار حسن فريد محاكمة مراسل قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ماريت إرجاؤها إلى جلسة 19 من مارس الجاري وذلك نظرا لتخل في حضور شهود الإثبات حسب ما أفدت مراسلة أنيل كانت المحكمة قد قررت إخلاء سبيل محمد فهمي بكفالة قدرها 250 ألف جنيه وباقي المتهمين بضمان محل إقامتهم يذكر أن المحكمة قد قد قدت بمعاقبة 11 متهما غيابيا بالسجن 10 سنوات وحضوريا بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات وحبس باهر محمد لمدة 10 سنوات على خلفية إدانتهم ببث أخبار كذبة من خلال قناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية من شأنها تهديد أمن مصر وسلمها إضافة إلى العمل دون تصريح رسمي من السلطات المصرية وبراءة اثنين من المتهمين أعلنت وزيرة القوى العاملة دكتور ناهد العشري أن هناك تعليمات من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم أحلب بتيسير الحارق أبناء العاملين العائدين من ليبيا بفصولهم الدراسية وتوفير فرص عمل لهؤلاء العائدين جاء ذلك خلال زيارة العشري إلى مقر ديوان عام محافظة مطروح لمتابعة استقبال وإجراءات عودة العمالة المصرية العائدة من ليبيا بعد الحادث الإرهابي الذي تعرض له المصريون هناك على أيدي تنظيم داعش الإرهابي يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة عودة 461 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية تمكنت قوات الأمن العراقية من استعادة بعض المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي لسيما الحدود الإدارية لمنطقة العالم وأجزاء من قرى منطقة البوعجيل شرق مدينة تكريد بصلاح الدين إلى ذلك طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتنسيق مع الجيش والحكومة العراقية وإنهاء قراره بتجميد سرايا السلام تبقى لمصلحة الشعب العراقي وذلك استجابة لقرار حكومة العراق بالحشد لتحرير الموصل تقدم ملموس تحرزه قوات الأمن العراقية بعد عزمها مؤخرا توسيع عملياتها العسكرية في مختلف المناطق في سبيل استعادة السيطرة على مدن وبلدات من قبضة داعش الإرهابية هجوم عنيف تشنه قوات الأمن العراقية في منطقة البوعجيل في محافظة صلاح الدين شمالي العراق حيث تم ارتكاب مذبحة سبيكر العسكرية شرق تكريد فيما دفعت الداخلية العراقية بتعزيزات عسكرية لدعم عملية تحرير المحافظة من قبضة تنظيم داعش الإرهابية مصادر أمنية أفدت أن قوات الجيش العراقي تمكنت من تطهير أجزاء كبيرة من قرى منطقة البوعجيل شرق مدينة تكريد إضافة إلى سقوط عدد كبير من مسلح التنظيم الإرهابية إسرى اشتباكات عنيفة معهم ليرتفع عدد القتل من مسلح داعش خلال إسبوعين لأكثر من 650 مسلحا إرهابيا في محافظة صلاح الدين وحدها نحن الجهد الهندسي من بدرة جناح العسكري الحجد الشعبي إن شاء الله تمت مذاهمة هذا البيت بعون الله تعالى لحماية المواطنين وتقدم قواتنا إلى الأمام تقدم آخر أحرزته القوات العراقية في ذات المحافظة حيث تمكنت من تحرير الحدود الإدارية لناحية العلم من أربعة محاور فيما قصف الطيران العراقي موقعا لمسلح التنظيم أصفر عن مقتل عدد من مسلح داعش من بينهم المسؤول العسكري بالعلم وتدمير عربات وآليات عسكرية للتنظيم في الأنبار تواصل القوات العراقية كذلك عملياتها العسكرية لتحريرها إذ تمكنت من تحرير منطقة المعارض بالرماد عقب اشتباكات عنيفة أصفرت عن مقتل عدد كبير من مسلح داعش الإرهابية في غدون ذلك طالب زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر بالتنصيق مع الجيش والحكومة العراقية وإنهاء قراره بتجميد الصرايا طبقا لمصلحة الشعب العراقية وذلك في استجابة لقرار حكومة العراق بالحجل لتحرير الموصل أدانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم وثقف اليونسكو قيام تنظيم داعش الإرهابي بتدمير مدينة الحضر الأثرية في شمال العراق والتي تعود إلى العصر الروماني عندما دعا وزير للسياحة والأثر العراقية عادل فهد الشرشاب التحالف الدولي إلى حماية الأثر التي تتعرض للتدمير على يد التنظيم يأتي تدمير المدينة المدرجة على لئحة تراث العالمي بعد يومين من إعلان الحكومة العراقية عن قيام التنظيم بتجريف مدينة نمرود الأشرية الأثرية وبعد أكثر من أسبوع من نشر التنظيم المتطرف شريطا لتدمير تماثيل وآثار في مدينة الموصل الأثر والتاريخ لم يسلم أيضا من أيدي تنظيم داعش الإرهابي الذي لم يدخل قرية أو مدينة إلا وتركها قاعا صفصفا آخر جرائم التنظيم الإرهابي كانت من نصيب مدينة الحضر الأثرية التي يعود تاريخها إلى ألفي عام بشمال العراق وهو الأحدث ضمن سلسلة تدمير للتراث العراقي منظمة العلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة أدانت تدمير آثار مدينة الحضر التي تأتي ضمن أربعة مواقع عراقية مدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي حسنا بالطبع كان رد فعل الغضب أولا وقبل كل شيء والرفض التام وإدانة هذا العمل المروع وهو ما نعتبره تطهيرا ثقافيا للأسف ونعتقد أن تصارع وتيرة تدمير التراث حرب متعمدة آثار الحضر تعد الموقع الأثرية التاسع الذي طالته أياد تنظيم المتطرف حيث سبقه تدمير آثار مدينة نمرود الآشورية جنوب شرق الموصل والتي يعود تاريخها للقرن الثالث عشر قبل الميلاد النمرود مولد ومهد الحضارة الغربية وذلك يرجع إلى تقدمها في العلوم وبخاصة علوم الفلك والطب والقانون والزراعة والحكومة الحضرية ومتحف الموصل ثاني أهم المتاحف بعد المتحف الوطني في بغداد المدرجة آثاره على لائحة التراث العالمي نشر التنظيم المتطرف في فبراير شريطا مصورا يظهر قيام عناصره بتحطين آثار وتماثيل يعود تاريخها إلى العهد الروماني كما دمر التنظيم الإرهابي مرقد النبي يونس وتمثال أبو تمام في الموصل بالإضافة إلى إحراق آلاف الكتب والمخطوطات النادرة في مكتبة المدينة كما طالت يد التدمير جدران قلعة تل عفر المدينة الواقعة غرب الموصل والكنيسة الخضراء ومرقد الأربعين في تكريت أدان مجلس جامعة الدول العربية في ختم أعمال دورات المئة والثالثة والأربعين على مستوى المندبين الدائمين برئاسة الأردن في مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اكتباعهم غدا الأثنين تدمير التراث الديني والثقافي في العراق على يد التنظيمات الإرهابية ويدعو مشروع القرار الدول إلى عدم التعامل بالأثار المنهوبة مع دعم العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي وكذلك إلى قيام الدول لباتخاذ الإجراءات الصارمة الكفيلة بمنع تنقل الإرهابيين عبر حدودها على صعيد آخر أكد مشروع القرار التمسك بالحق الفلسطيني في طرح مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي مشددا على استمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد المقصود باشا أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة بجامعة الأزار دكتور عبد المقصود بعد التحية تعليق حضرتك على تدمير التراث الديني وثقافي في العراق على يد التنظيمات الإرهابية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله وبعد هذه جريمة النكراء وليس كما يدعي هؤلاء أن ما صنعوه تكثير للأصنام هذه حضارات شعوب وهذه الحضارات القديمة فوق أنها حضارات شعوب فإن بقاء هذه التماثيل رمز في حد ذاته لعظمة الإسلام نعم كيف تكون هذه التماثيل نفسها رمزا لعظمة الإسلام للإجابة نقول إن عظمة الإسلام في أنه أخرج الناس الذين كانوا يعبدون هذه التماثيل أخرجهم من ظلمات الجهل إلى الضياء والنور فجعلهم فجعلهم يعبدون رب العباد ورب الناس إذن بقاء هذه المتاحف رمز في حد ذاته لعظمة الإسلام ذاته نعم فضلا عن أنها تذكرنا بأناس كانوا سكان هذه البلاد قبلنا واستطاعت عقولهم وفنهم أن ينحتوا هذه التماثيل نعم دكتور عبد المقصود ولكن ما هو المطلوب من الدول العربية والإسلامية تحديدا خلال الفترة القادمة من أجل التصدي لهذا التدمير وأيضا تفعيل مشروع القرار الذي أصدرته الجامعة العربية سيدتي لعلنا نتذكر بالأمس القريب حينما هدمت تماثيل بوزة في أفغانستان نعم يعني أنا لا أدري كيف سوغ هؤلاء الناس لأنفسهم قلب الموازين هل هم كان هل هم الآن أذكى من قتيبة ابن مسلم فاتح هذه البلاد هل هم أذكى وأعظم دينا وأفقه إسلاما من عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما مر على هذه المناطق نعم هل هم أذكى عقلا وأكثر تدينا من خالد بن الوليد أو عمر بن العاص الذي أبقى على كل هذا وهم صحابة رسول الله عليه الصلاة وعليهم الصلاة وعليهم رضوهم الله ومن هم هؤلاء الناس هم الذين قال الله في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ألم يتأمل هؤلاء القرآن الكريم ألم يتأمل هؤلاء قول سيسدن المصطفى أصحابك النجوم بأيه مقتديتم اهتديتم ألم يتأملوا قول الله في صورة البينة رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك خير البري نعم دكتور عبد المقصود باشا أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر شكرا جزيلا لك عقدت هيئة متابعة وتنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعا لها اليوم بمقر الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين وقد أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية سفير أحمد بن حلي أكد أن الهدف من هذا الاجتماع هو التمهيد الاجتماعي الهيئة على المستوى الوزري غدا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وإعداد تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التي عقدت في الكويت في مارس من عام 2014 أفاد المرصد السوري والحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 12 مسلحا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في بلدة الميادين بدير الزور بشرق سوريا جاء ذلك في هجوم شنه مسلحون يستقلون دراجتين ناريتين فتحوا النار على دورية تابعة للتنظيم الإرهابي في منطقة يسيطرون عليها فالوقت نفسه هاجمت مجموعة أخرى من المسلحين نقطة تفتيش تابعة للتنظيم في نفس البلدة مما أصفر عن وقوع قتلى ومصابين بين عناصره أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها أن دول الأعضاء في مجلس الأمن تواصل مشاورتها غير الرسمية لمناقشرة مشروع القرار العربي الخاص بالأوضاع في ليبيا وأكدت الخارجية أن هذه المشاورات تهدف للتواصل إلى صيغة توافقية حول المشروع وفقا للقواعد والإجراءات التي تنظم عمل الأمم المتحدة ووكالتها وأجهزتها الرئيسية على رأسها مجلس الأمن الدولي أعلنت الأمم المتحدة أن المحادثات التي تعقد برعايتها بين الأطراف الليبية المتناحرة حققت تقدما ملموسا وأشرت المنظمة الدولية إلى أن أعضاء الوفود سيعودون إلى المغرب الأربعاء القادم لإجراء مزيد من المفاوضات بعد تشاوري في ليبيا بشان تشكيل حكومة وحدة وطنية هذا وقد اختتمت الأطراف الليبية ليلة الماضية الجولة الرابعة من المشاورات السياسية المناقدة منذ الخميس الماضي في منتجع السخيرات السياحي قرب العاصمة المغربية الرباط تحت إشراف الأمم المتحدة وتستهدف المحادثات في المغرب تشكيل حكومة وحدة والتواصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة التحول الديمقراطي في ليبيا إلى مساره لكن الجانبين يواجهان انقسامات داخلية بشأن المفاوضات مع استمرار القتال وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبدالسطار حتيتة مسؤول التحرير بجريدة الشرق الأوسط اللندنية بمصر والمتخصص في الشأن الليبي أستاذ عبدالسطار كيف تتابعون مشاورات الدول العضاء في مجلس الأمن بشأن مناقشة مشروع القرار العربي الخاص بالعضاء في ليبيا؟ أعتقد أنه يوجد في الوقت الحالي ما يمكن أن نطبق عليه صراع بين عدد من الدول الأرضية وعدد من الدول المعتادة في منطقة الشرق الأوسط على رأسها مصر فيما يتعلق بليبيا هناك دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا هذه الدول تفعل إيهام الرأي العام بأن ما يدري من لقاءات في المغرب هو حوار بين الأطراف الليبية تريد أن تنهي البرلمان المنتخب من الشعب الليبي تريد أن تدخل ليبيا في مغيب من المشاكل والتعقيدات أما بالنسبة للقرار العربي الخاص بليبيا والذي تجري حوله في الوقت الحالي على المشاورات هذا يهدف إلى البناء على الشرعية الموجودة في ليبيا والبناء على البرلمان والبناء على الجيش الوطني والحكومة القائمة هذا في ظني وفي رأيي أنه يتعارض تماما مع التوجهات الغريبة التي يتبنىها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وضغطيه على عدد من الأطراف وجمعيه للإحوان وقادس هناك تأكيد من قبل الأمم المتحدة المنظور إليها بوصفها المنظمة أو الجهة الرعية لهذه المحادثات بأنه سوف يكون عودة إلى المغرب من قبل الوفود يوم الأربعاء القادم من أجل جولة جديدة من المفاوضات من قراءتكم لما خرجت به بالفعل الجولة الرابعة من المشاورات السياسية هل يعول بأن يبنى عليها في جولة مفاوضات لاحقة تلك التي أشرت إليها المنظمة الدولية؟ لا لا أعتقد أنه أعوال عليها لأن الحوار يجري بالأساس بين أطراف تنتمي لتنظيمات متطرفة للجماعة المسلمين أما ممثل البرلمان الليبي المعترف فيه شرعيا فقد جرى الضغط عليه من جنب العم المتحدة للحضور إلى المغرب أما البقين يمثلون القيادات الإخوانية المتطرفة لما في ذلك الشخصية التي اختارتها العم المتحدة لكي تطلق عليها اسم منصف للحوار هذه قيادة إخوانية معروفة وتحدث وضحت الرؤية أستاذ عبدالسطر حتيتة مسؤول التحرير بجريدة الشرق الأوسط اللندنية والمتخصص في شاني ليبي أشكرك شكرا جزيلا استعنفت محكمة سيناف تربولس اليوم جلسة محاكمة عدد من رموز النظام الليبي السابق في القضية الرئيسية المتهم فيها 32 شخصا دون حضور سيف الإسلام القذافي كانت هيئة المحكمة قد أجلت القضية خلال جلسة فبراير الماضي إلى تاريخ اليوم مع استمرار حبس المتهمين في القضية وإحضارهم إلى الجلسة يواجه مسؤول نظام السابق تهما جنائية عدة في مقدمتها قتل المدنيين العزل واستخدام مرتزقة وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وإساءة استخدام السلطة في هذه الفانورامة ولكن بعد قليل السعودية تعلن حرصها على وحدة اليمن الإقليمية واستقلاله وسيادته وروسيا تؤكد دعمها لشرعية الرئيس هادي في صنع موسيقى 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 اشتركوا في القناة رئيس السيسي يبحث مع سعد الحريري تطورات الأحداث على ساحتين العربية والدولية القوات المسلحة تعلن مقتل سبعين إرهابيا من بينهم قيادة في بيت المقدس وضبط 118 مشتبه به خلال حملة مدهمات في شمال سيناء القوات العراقية تطرد عناصر داعش وتستعيد السيطرة على الحدود الإدارية لمنطقة العلم وأجزاء من البوعجل شرق مدينة تكريت بصلاح الدين أولى وقفاتنا متابعة لإخبار المال والأعمال حول المزيد والجديد مما تشهد هذه الساحة صحبة الزميلة مجد القاضي تفضل من الزميلة نجلاء وريام شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدين في وقفاتنا الاقتصادية وفيها قبل أيام من انطلاق المؤتمر الاقتصادي وزارة الاستثمار تكاسف اتصالتها لضمان مشاركة مميزة من المؤسسات المالية الدولية أهلا بكم مجددا يكاسف أشرف سلمان وزير الاستثمار الاتصالات بعدد كبير من الشركات العالمية ورجال الأعمال والمؤسسات المالية لضمان مشاركتهم في مؤتمر مستقبل مصر بشار مشيخة وتتضمن الاتصالات دول الصين وإيطاليا وفرنسا وأمريكا ودول الخليجة وصرح سلمان في وقت سابق أن عدد المشاركين في المؤتمر الدولي سيتخط 1800 شخصية عالمية أكد وزير تموين وتجارة داخلية خالد حنفي أن المركز اللوجستي العالمي في ضمياط من المشروعات القومية التي سيتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي بشار مشيخة تصريحات حنفي جاءت عقب اكتمام مع التحالف من كبريات الشركات الروسية والألمانية للاستثمار في المشروع التحالف قدم عرضا رسبيا مدئيا لتوقيع مزاكرة تفاهم لعمل شركة ثلاثية مصرية روسية ألمانية طويلة الأمد للمشاركة والاستثمار في المركز اللوجستي للحبوب والغلال والسلع الغزائية وإقامة الصوامع التغزينية والمطاحن ومصانع للأعلاف وتوريد الأقمحة من جانبه قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي أن القطاع العقاري في مصر مرشح بشكل قوي وكبير للاستحواز على قدر كبير من الاستثمارات بين سعودية ومصر خلال المؤتمر الاقتصادي بهدف الدخول في مشاريع مشتركة وكشف مدبولي عن توقيع عدد من مزاكرات التفاهم مع رجال أعمال سعوديين خلال المؤتمر نهاية الأسبوع الجاري برأس مال يزيد على مليار جنيه للمشاركة في إقامة العديد من المشاريع العقارية بالمدن الجديدة أكد وزير التخطيط أشرف العربي أنه لا يمكن عمل نمو مستدام دون عدالة اجتماعية وهو ما تعمل عليه الحكومة في الفترة الحالية وأوضح العربي أن النمو الاحتوائي الذي تستهدفه الحكومة هو أن يشعر المواطن بالنمو والتغييرات التي تحدث في مصر وقال وزير التخطيط أن مصر تستهدف كسب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة وأشار العربي إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق 7% لمعدل النمو الحقيقي للنتج المحلي الإجمالي في المتوسط وأضاف الوزير أن مصر تطمح لخفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن 10% خلال الأربع سنوات المقبلة حتى عام 2019 وقال العربي أن معدل النمو الحقيقي للنتج المحلي الإجمالي بلغ 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية الحالية وخلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية بلغ معدل النمو 5.6% مقارنة بـ 1.2% قبل عام ولفت وزير التخطيط إلى أن معدل البطالة بلغ 12.9% في ديسمبر مقابل 13.4% قبل عام وفيما يخص القوانين الجديدة قال العربي أن الحكومة انتهت من قانون جديد للكهرباء يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة متوقعا صدوره هذا الشهر وأضاف زر التخطيط أن الحكومة انتهت أيضا من قانون الخدمة المدنية الذي لم يتغير منذ عام 1978 متوقعا أن يصدر بقرار جمهوري خلال أيام وحول مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي أقرته الحكومة مؤخرا أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن مشروع القانون يعد خطوة هامة نحو القضاء على الإجراءات البيروقراطية التي تعوق المستثمرين مشيرين إلى أن القانون تضمن النص أيضا على تحديد العلاقة بين المستثمر والعامل بصورة حقق مصالح الطرفين من أجل تعزيز ثقة المستثمرين قبيل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ يأتي إقرار الحكومة لقانون الاستثمار الموحد تمهيدا لإصداره من قبل الرئيس ويرى اقتصاديون أن القانون خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتوفير مناخ جازب للاستثمارات الأجنبية بيقضي على الروتين بيقضي على البيروقراطية بيقضي على الفساد لأن بمجب القانون سيكون فيه شباك واحد الشباك ده طبعا المستثمر بيخش من هيئة الاستثمار بيقدم على مشروعه وبالتالي لا بد أنه يخرج بالترخيص الشباك قانون آخر هو يعني يحمل نفس الأهمية وهو قانون العمل الموحد القانون يتضمن مجموعة من الحافظ غير الضريبية إلى جانب المساهمة في تكلفة تدريب الفني للعاملين في المشروع الاستثماري وكذلك تنوية عملية تخصيص الأراضي للمستثمر ما بين منحها دون مقابل أو بنظامي حق الانتفاع والإيجار محاور القانون بتتلخص في إنشاء مجلس أعلى للاستثمار هيقوم بتشكيله الرئيس بعد إقرار القانون هناك ملامح أيضا متعلقة بتخصيص الأراضي دي كانت برضو من المطالب الاستثمارية الهمة سواء الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي والعربي تخصيص الأراضي كان بيواجه مشاكل عديدة حاليا هتبقى جهة واحدة وهي هيئة الاستثمار ويتوقع خبراء أن يرفع هذا القانون معدلات النمو بنسبة تقترب من 5% خاصة وأن مصر بدأت في مشاريع قومية عملاقة سوف تساهم في دعم المصري أشرف إبراهيم النيل وإلى البورصة المصرية والتي سجلت مؤشراتها ارتفاعات جمعية لدى اغلق تعاملات اليوم مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين واستحال من التفاول سادت بين المستثمرين مع قرب عقد المؤتمر الاقتصادي هذا وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالبورصة المصرية نحو 1.7 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 516.5 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 539.11 مليون جنيه نهاية وقفتنا الاقتصادية وعودة لقراءة الأخبار السياسية مع الزميلات ريهم ونجلاء شكرا لكم شكرا لك مكدا أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على وحدة اليمن الوطنية والإقليمية واستقلاله والسيادته من جانبه قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عندما أشار في مؤتمره صحفي المشترك مع نظير الأمريكي إلى انتقال الحكومة الشرعية لليمن إلى اليمن الجنوبي فإنه كان يعني تحديدا انتقال الحكومة الشرعية إلى مدينة عدن الجنوبية بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية في العاصمة صنعاء وأضف المصدر أن موقف المملكة من وحدة اليمن الوطنية والإقليمية واستقلاله وسيادته أمر ثابت في سياستها وهو الأمر الذي طالب به دوما اليمنين بالحفاظ على وحدتهم الوطنية بمختلف مكوناتهم وأطيافهم وتؤكد السعودية حرصها على وحدة اليمن الوطنية والإقليمية استقبل رئيس اليمني عبد الرب منصور هادي بمدينة عدن فلادمار ديدوشكين سفيرة روسيا الاتحادية لدى اليمن تم خلال لقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وتبادل الآراء حول الوضع في اليمن والمنطقة وأشهد هادي بمواقف روسيا الداعمة للشرعية الدستورية مؤكدا أهمية مواصلة الحوار واستكمال العملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي دات الصلة بالوضع في اليمن وصل وزير الدفاع اليمنية لواء محمود الصباح إلى مدينة عدن بعد مغادرته العاصمة صنعاء ليلة الماضية وأفادت مصادر محلية أن مسلحي جماعة الحوث حاصروا المنطقة المحيطة بمنزل الصباح في صنعاء وأقاموا باقتحام المنزل وتفتيش يأتي ذلك بعد ساعات من أعلان الرئيس اليمني مدينة عدن عاصمة مؤقتة لليمن بعد سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في تطور جديد للمشهد السياسي باليمن أعلن الرئيس عبد الرب منصور هادي أن عدن ستصبح عاصمة مؤقتة للبلاد نظرا للظروف الراهنة بعد سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على العاصمة صنعاء اتجاه الرئيس هادي لإعلان عدن عاصمة لليمن يأتي نظرا لوجوده فيها كذلك وجود السفارات العربية والأجنبية هناك بعد سيطرة المتبردين الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي الأمر الذي دفع عبد الرب منصور هادي إلى اتخاذ مثل هذا القرار بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية وعن مخرجات الحوار الوطني أشار الرئيس اليمني إلى أن هناك خمسة أقاليم متوافقة على مخرجات هذا الحوار ومساودة الدستور الجديد لليمن الاتحادي باستثناء إقليم واحد وهو أزال الرافض لهذا الأمر في إشارة إلى الإقليم الذي يجمع العاصمة صنعاء وعمران وصعدة الخاضع لسيطرة الحوثيين وتنص مساودة الدستور التي يرفضها الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صنعاء مكونا من ستة أقاليم أربعة في الشمال واثنان في الجنوب كان الرئيس هادي قد وصل إلى عدن في الحدي والعشرين من الشهر الماضي بعد تمكنه من الفرار من الإقامة الجبرية بما أقر إقامته في صنعاء التي فرضها عليه الحوثيون الذين يهيمنون على النصف الشمالي من البلاد عبد رب منصور هادي يحظى بدعم خليجي ودولي كبير في مواجهة الحوثيين الذين أصدروا في السادس من فبراير الماضي إعلانا دستوريا حلوا بموجبه البرلمان وكرروا إقامة مجلس وطني ومجلس رئاسي ويسعى هادي لإنشاء مركز منافس للسلطة في عدن بدعم وحدات من الجيش موالية له والقبائل رغم أن كثيرين من أعضاء حكومته بمن فيهم رئيس الوزراء خالد بحاح لا يزالون قيد الإقامة الجبرية في صنعاء كان هادي قد قدم استقالته الشهر الماضي بعد استيلاء المسلحين الحوثيين على القصر الرئاسي وفرض الإقامة الجبرية عليه في صنعاء في صراع على السلطة بعد أشهر من التوتر بسبب خلافات حول مساودة الدستور لكنه عاد وسحب الاستقالة رسميا بعد وصوله إلى عدن من خلال رسالة وجهها إلى البرلمان ولم يكتمع البرلمان منذ تقديم الاستقالة لقابولها حتى تصبح نافذة طبقا للقوانين اليمنية المزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء سيد ناصر ربيعي الكاتب والمحل السياسي سيد ناصر كيف تتابعون تطورات الوضع في اليمن خاصة بعد أن غادر وزير الدفاع إلى عدن شكرا لكم في الحقيقة أن مغادرة وزيرة الدفاع من صنعاء إلى عدن ليس أمرا لأن الرجل لم يكن تحت لقام الجرية كما كان زملائه كان يمارس عمله ووصل الآن إلى منزله في لحج ولم يصل إلى الرئيس ما يمكن أن نقومه في هذا السياس هو أن الخوار لا زال قائما وإن الأطراف لا زالت قائمة جميع الأطراف استأنفت بأمس وحسدت ثقفا زمنيا للخروج بنتائج هذا هو الأمر المهم لأما التنقل من عدن إلى صنعاء لم يعد أمرا خطيرا فكرة تحويل مدينة عدن إلى عاصمة مؤقتة لليمن أن القيادة مدفوعة بذلك لما أسمته احتلال الحوثيين لصنعاء يعني انتخال الرئيس عبدالربو منصور هادي إلى عدن فعلا أصبحت عدن وكأنها عاصمة هذا أمر طبيعي جدا لكن إعلانها عاصمة أمر ليس بيتأهد لربو منصور هادي لأنها تحتاج إلى دستور جديد هذا أمر أعتقد من البديء أن يعرفه الجميع طيب سيد ناصر ألا ترون أي دلالات سياسية في استقبال رئيس اليمن عبدالربو منصور هادي بمدينة عدن لبلاتمر ديودكشينت سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن هناك دلالة كبيرة لأن الجميع يطالب أن يكون عبدالربو منصور هادي موجودا في الصباح ولا يمكن أن تستمر المفاوضات التي رضى بها الجميع وبالتحاني الحوثيون دون هادي لابد أن يمثل هادي حتى وإن كان النزاع بينه وبين الروسيين على الشرعية لكن لابد أن يمثل وبالتالي زيارة الروسي وزيارة السفير الروسي وكذلك السفير البريطاني والسفير الأمريكي الذين زاروا الرئيس وتحكتوا عن الشرعية ثم لم يجلتوا في عجل لأن عجل ليست أهمى من صرع عجل أكثر فتورة وأكثر انتهابا من أي مدينة أخرى أشكرك جزيلا عن هذه المتابعة سيد ناصر الرباعي الكاتب والمحلل السياسي اليمن في هذه القانورامة ولكن بعد قليل لوحات سنية في غزة مصنوعة من حطان منشآت دمرت في الحرب الأخيرة مع إسرائيل اشتركوا في القناة